أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح الفرد الكتابي الأول خاص بمادتي التاريخ والجغرافية للسنة أولى بكالوريا علوم بالنسبة للوضعية الاختبارية الأولى فهي مادة التاريخ من خلال الاشتغال بالوثائق الوثيقة الأولى كما تلاحظوها هي عبارة عن جدول موضوعه أهم الاختراعات التقنية التي عززت أو دعمت ثورة الصناعية بالعالم الرأسمالي بالنسبة للوثيقة الثانية فهي عبارة عن نص تاريخي إذن يمكنكم طبعا أن توقفوا الفيديو لقراءة الوثيقتين قراءة جيدة لفهم مضمونهما بالنسبة لما هو مطلوب بمعنى الأسئلة المرفقة بهذه الوضعية فهي خمسة أسئلة إذن السؤال الأول يتعلق بتحديد السياق التاريخي السؤال الثاني الشرح التاريخي لما تحتاخد السؤال الثالث استخراج معطيات من الوثيقتين السؤال الرابع تركيب الفكرة الأساس والسؤال الخامس كتابة فقرة اعتمادا على المكتسبات ذات الصلة ننتقل بعدها إلى الوضعية الاختبارية الثانية اللوهية الجغرافية من خلال تحرير الموضوع المقالي إذن نصه يتميز المجال المغربي بتنوع موارده الطبيعية وبتفاوض توزع الجغرافي وكذا تعدد الأخطار التي تتهددها إذن المطلوب هو كتابة مقال من فقرتين الفقرة الأولى تبرزون فيها وضعية الماء والتربة بالمجال المغربي وفي الفقرة الثانية التدابير المتخذة لتدبير التربة بالمجال المغربي بعدما تعرفنا على الوضعية معا الآن سنشرع في عملية التصحيح إذن المطلوب السؤال الأول هو وضع الوثيقتين في سياقهما التاريخي بمعنى نحدد الموضوع أو الحداث أو الأحداث المتناولة في الوثيقتين مع وضعهما في إطارهما الزمني والمكاني إذن الطريقة كتابة يعني ميسرة وسهلة إذن يكفي أننا نرجع المضمون الوثيقتين طبعا ليس المصدر وإنما المضمون مضمون الوثيقتين إذن فحينما نقرأ الجدول إذن فموضوعه هو أهمية الاختراعات التقنية في تقويات أو تعزيز أو دعم الثورة الصناعية وعندنا هنا طبعا السنوات إذن الإطار الزمني يبقى هنا واضح إذن ما بين منتصف القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن العشرين بنسبة المكان طبعا هذه الاختراعات التقنية يتهم يعني العالم الرأسمالي ككل الآن نأتي إلى السيق التاريخي للوثيقة الثانية إذن فالموضوع أو الحدث هو أهم العوامل التي أسهمت في نجاح الثورة الصناعية ببريطانيا تحديدا منذ الثورة المجيدة أو الثورة البيضة أو الثورة الإنجليزية عام 1689 يعني منذ نهاية القرن السابع عشر للميلاد طبعا النسبة للسيق يكون واحدا وتقبل فيه إحدى الصيغتين إما المفككة والمدمجة طبعا الصيغة المفككة بمعنى كانت نكسب السياق على شكل عناصر عوارض وبالنسبة للصيغة المركبة والمدمجة يعني تكون في فقرة إذن فالزمن هو من أواخر القرن السابع عشر إلى بداية القرن العشرين مكان هو العالم الرأسمالي تحديدا مريطانيا والموضوع أهمية الاختراعات التقنية في دعم الثورة الصناعية وعوامل بروزها وانتشارها لأن نأتي إلى السؤال الثاني يتعلق بالشرح التاريخي بما لك أعطي واحد دلالة تاريخية للمفاهيم أو مصطلحات أو أعلام أو أحداث أو وقاع تاريخية إذن لدينا هنا الثورة الصناعية وقانون براءة الاختراع دائما يجب أن يكون يعني الشرح مقتذبا مع وضعه في سياقه التاريخي العام إذن فالثورة الصناعية المقصود بها ذلك التحول الجدري في طرق الصناعة والتي نقلت لمجتمعات الرأسمالية من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي قانون براءة الاختراع هو قانون صدر لأول مرة في بريطانيا والهدف منه هو أن يستفيد المخترع ماديا من تطبيقه اختراعي وابتلف هذا القانون ويحمي المخترع ويشجع أيضا على حركة الاختراعات والابتكارات التقنية الآن نأتي إلى السؤال الثالث دائما بالنسبة للسؤال السخراج منك نحدده يعني الوثائق فلا بد يعني أن تكون الإجابة من الوثائق وليس من المكتسبات إذن المطلوب هو أن نستخرج من الوثيقة الأولى دور تطورات تقنية في دعم الثورة الصناعية ومن الوثيقة اثنان العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة الصناعية في بريطانيا إذن برجوعنا إلى الوثيقة الأولى فقراءة الجدول تظهر لنا أن الاختراعات التقنية كان لها دور أساس في دعم الثورة الصناعية من خلال مثلا تطوير صناعات الصلب كمثلا الفرن الذي ابتكره هوري بيسمير أيضا تطور وسائل النقل المختلفة سواء تعلق الأمر بسكاك الحديدية وكذلك السيارات والنقل الجوي بالطائرات يعني فتطور وسائل النقل تطوير صناعة الصلب إذن كلها أدت إلى دعم الثورة الصناعية في العالم رأسمالي إذن ما هي العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة الصناعية؟ إذن الوثيقة تكشف عن هذه العوامل إذن يكفي أن نسخرجها ونصيغها بطريقة جيدة إذن أولى هذه العوامل هي نجاح الثورة الإنجليزية أو الثورة المجيدة وأيضا وجود دستور ونظام حكم برلماني أيضا طبعا نجاح الثورة المجيدة ووجود دستور ونظام حكم برلماني أدى إلى استقرار سياسي إذن فالاستقرار السياسي هو من أهم العوامل التي ساعدت على نجاح الثورة الصناعية في بريطانيا ثم أيضا سهولة الحصول على المواد الخام ميناء المستعمرات البريطانية أيضا توفر الأيدي العامل الرخيصة وكذلك هنا حرص الحكومة البريطانية وأيضا الطبقة الرأسمالية في دعم جهود العلماء والمخترعين وتوفر الإمكانات اللازمة لهم لإتمام اختراعاتهم من خلال سن قانون براءة الاختراع إذن فالعامل الأخير يتعلق بسن هذا القانون والذي أعطى دفعة قوية لإختراعات التقنية إذن الجواب سيكون بهذه الصغة أو ما يفيد هذه الصغة إذن فالعوامل أو الاختراعات التقنية ساهمت في دعم الثورة الصناعية من خلال تطوير صناعة الصلب كما قلنا وتحقيق تقدم هائل في وسائل النقل والمواصلات بالنسبة لنجاح الثورة الصناعية في بريطانيا أرجع إلى العوامل الأتية الاستقرار السياسي أيضا صورة الحصول على المواد الخام رخص الأيدي العاملة وأيضا سن قانون براءة الاختراع الآن نأتي إلى السؤال الرابع يتعلق بتركيب الفكرة الأساس للوثيقتين ويجب أن تكون فكرة واحدة يعني معبرة عن منطق الوثيقتين إذن ما يفيد هذه الصغة إذن ضوء الاختراع التقنية في تعمل الثورة الصناعية وعوامل بروزها وانتشارها في بريطانيا وكذا العالم الرأسمالي السؤال الخامس والأخر يعني كانت تتبط أساسا بتحرير أو كتابة فكرة على ضوء المكتسبات يعني ذات الصناع إذن فالمطلوب هو أن نبرز في هذه الفقرة مقومات بمعنى ركائز الاشتراكية العلمية إذن يجب أن ننتقي المعلومات المناسبة ونكتبها في فقرة عن طريق الربط إذن لا بد أن تكون يعني فقرة متمفصلة ومترابطة إذن فالاشتراكية العلمية أو الماركسية ظهرت على يد كل منهم كارل ماركس فريدريك إنجلز وتقوم طبعا الاشتراكية العلمية على مجموعة من الأسس منها الدعوة إلى قامة مجتمع اشتراكي ثم أيضا شيوعي تنتفي فيه طبقات الاجتماعية تسود في ديكتاتورية البروليطاريا إضافة إلى إلغاء الملكية الفردية وتعويضها بالملكية الجماعية من خلال طبعا تأميم وسائل الإنتاج وجعلها تحت تصرف الدولة لأن أتي لي تصحيح الموضوع المقالي في الجغرافية إذن فلا بد من أن نحدد المجال الجغرافي المدروس وأيضا الإشكالية المدروسة إذن في المجال الجغرافي المدروس هو المجال المغريبي والإشكالية هي ترتبط أساسا بالموارد الطبيعية من حيث وضعيتها وأساليب تدبيرها والأخطار التي تتهددها إذن المطلوب من هنا أن نركز أساسا على إبراز وضعية الموارد المائية والتربة في المجال المغريبي ثم التدابي المتخذة لتدبير التربة أساسا في احترام طبعا لشروط المقال من جانب معرفي وكذلك منهجي وشكلي إذن فبنسبة المقدمة لابد أن تكون مقتدبة إذن يتوافر المجال المغريبي على موارد مائية محدودة نسبيا لكن بالمقابل فالتربة تتعرض لإخطار عديدة ثم نطرح السؤالين إذن نجيب عنهما في العرض تحليلي إذن بالنسبة للموارد المائية بالمجال المغربي فهي تقدر بحوالي 29 مليار متر مكعب في السنة لكن لا يتم تخزين أو تعبئة سوى 21 مليار متر مكعب في السنة إذن العوام مؤثرة في حصيلة الموارد المائية بالمغربي بإذن نجد سنوات الجفاف تغييرات المناخية للصغل المفرد أيضا ارتفاع الطلب بسبب التطور الاقتصادي الزيادة السكانية وأيضا تضخم الحضاري بالنسبة طبعا للتربة فالمساحة الصالحة للزرعة بالمغربي تقدر بحوالي 8.7 مليون هكتار منها تقريبا يعني مليوني هكتار مسقية إذن تتوزع بتفاوت وتشمل أطريبة متنوعة وكن نذكره بعد الأمتلاك الحمرية التيرس والتربة الرمليا لكنها متضاورة ضعيفة التطور وتبقى مهددة بعد أخطار كالتملح التشقوق الجفاف والتعرية بالنسبة للفقرة الثانية والأخيرة إذن ما هي التدابير يعني حماية التربة والحفاظ عليها إذن من أهم هذه التدابير نجد تقنية بناء المدرجات في الصفوح الجبلي الضعيفة لانحضار أيضا القيام عملية تجير لتثبيت التربة وأيضا تخليف الغطاء النباتي ثم الزراعة حسب خطوة التطبيق أو الزراعة الكونتورية أيضا استصلاح الأراضي كنت ذكره بعض الأمثلة مشروع سهل الغرب تسميد التربة وتخصيبها واتباع أسالي بسقي متطورة وغيرهم التدابير إذن كخاتمة عبارة عن استخلاص تقييم الممتداد إذن لحماية المورد الطبيعي بالمجال المغربي لا بد من تكاثف جهود كافة الفاعلين الممتدخلين وإذن استحضار البوع البيئي في العمل أو المجهود الموية ثم كنترحوا واحد السؤال عبارة عن المتداد إذن ما هي وضعية باقي الموارد الطبيعية بالمجال المغربي إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباعكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأنفسي ونفق في تبليغ مضامن عناصر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته